عقدت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورة تثقفية في الأمن القومي لعدد من أبناء المصريين المهاجرين والعملين بالخارج ضمن برنامج ملتقى ولادك معاك يا مصر الذي تنظمه وزارة الهجرة بهدف ربطهم بوطنهم الأم وشمل البرنامج تنظيم زيارة ميدانية لمجموعة من أبناء المصريين بالخارج لمقر قيادة وحدات الصعيقة للتعرف على نظم وأساليب بناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة ومشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية والتي شملت مهارات الاشتباك والدفاع عن النفس والرمايات بالذخيرة الحية تنفذ بشكل يومي داخل الوحدات والتشكيلات بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم للدفاع عن الوطن وصون مقدساته يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة الداعمة لأجهزة ومؤسسات الدولة لنشر الوعي الثقافي والوطني لأبناء الشعب المصري وبناء أجيال جديدة من الشباب المسلحين بالعلم والمعرفة بمقتضيات الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات